يجوز شرعا التبرع بأعضاء وأنسجة بشرية من الشخص الميت دماغيا فتوى أعطت الكثيرين الأمل وإن كانت تختصر الوهبة بالأعضاء الداخلية فقط النقاش دار سابقا ولا يزال يدور بين الفقاء هل يمكن استفادة من الأمور الظاهرية ولا من الباطنية يعني كاليد والرجل ومشاكل ذلك لا الفقاء تقريبا بالإجماع يستفاد فقط من الأمور الداخلية لأنه يعاد إقفال الجسد عبر الجراحة وتسكير الجرح المسلمون يحرمون بالمطلق أخذ أي مال مقابل هذا الإجراء الأعضاء التي يمكن الاستفادة منها من الميت اللي إلا عنه دماغيا مات هي الأعضاء اللي بداخل الجسم شو النقطة حول الإشياء الظاهرة من بره؟ يعني ليش اللأ لها اللأ؟ يعني يبدو أنه هذا الموضوع بالفقه طالع معهم أنه إلى الآن ما بدون ينزله إنسان بموت ينزل على قبره مشوه توصل معظم الفقهاء إلى هذه الفتوى الشرعية بعدما كان ذلك يعد إشكالية دينية مشروع نشر ثقافة وهب الأعضاء والأنسجة البشرية أطلقته جمعية من أحياها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء عندما يموت شخص دماغيا أو يتلف دماغه في خصوصية أن القلب بواسط بعض الأدوية والرئتين بواسط الجهاز التنفس الاصطناعي ممكن يعملوا لفترة أصيرة جدا ساعات أيام بالحد الأقصى 10 إلى 14 يوم هذه الفترة كثير حساسة ودقيقة يمكن أن يستفاد من أعضاء الميت دماغيا ويزرعوا بجسد إنسان محتاج في كل واحد أي شخص أنت وأنا يكون منهم متبرعين وفي عنا نحن استمارات ونمازج موجودة بأكثر من مكان تملأ هذه النمازج ويصبحوا من الواهبين والمتبرعين من الشرق الأوسط لدينا تجربة مثلة أمامنا منتبعة هي تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران نحن نحب نستفيد من تجربتها هذه المشاهد من داخل المستشفى الرسول الأعظم توثق عملية زرع قلب لشاب لبناني كان يعاني قصورا في القلب ربيع واحد من ستمائة شخص في لبنان مسجلين على لائحة الانتظار لدى اللجنة الوطنية لوهب وزرع العضاء أما غير المسجلين فعددهم أكثر بكثير ربيع اليوم استعاد نبض الحياة من قلب واهب رحل تاركا كل الحب ترجمة نانسي قنقر